السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبناتي واخواتي وحبيبي النهاردة هقولك على أبسط وأسهل طريقة ترطة شوكولاتة ترطة الشوكولاتة اللي الكبير والصغير بحبها محشية شوكولاتة ومعمولة بشوكولاتة معجونة بشوكولاتة ومتزوعة بشوكولاتة بأبسط الإمكانيات هقولك تعمليها إزاي ولا هقولك لازم دي سبونج ولا هقولك لازم بيت كتير عشان كيكال السفنجية سهلة 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 بس التبع الخطوات اللي أنا هعملها وهتعملي أنجح طرطة حتى زوئها هو بسيط بسكوت أوريو بسكوت أوريو خلي بالك بالشوكولاتة علشان أنا بعملها بشوكولاتة سوداني مغطى بالشوكولاتة عشان هي شوكولاتة شوكولات شيبس مزوقة بيه حرفها ووشها وكرات شوكولاتة بيضة من عند مستلزمات الحلوية حاجات كلها بسيطة مش تكلفك خمسين جنيه ترطاية كبيرة زي دي مش تكلفك خمسين جنيه هبتجي أن أنا أقولك كل مكوناتها وامشي عليها بالزبط ولو أنت عايزة حجمة أكبر ضعف الكمية اللي أنا قلت عليها هتطلع معاكي مظبوطة بس أخذي بالك من الحاجات البسيطة اللي هقولك عليها هتفرق معاكي لو حدت معلومة صغيرة هتفرق في الكيكة بسم الله الرحمن الرحيم هبتجي أنخل كبايتين دقيق تلات مرات والله أنا خلتهم تلات مرات بنفس الكباية دي هعير السكر وعير الزيت وعير البيض وعير كل اللبن وكل حاجة حطيت زرة ملح وهفضي كيس كيك شيف أنا بفضله عن البكنبودر وهننخل كبايت كاكاو خام على كبايتين الدقيق اللي أنا نخليهم وتأكد إن هم كلهم بالمنخل تنزليهم بيبقى فيهم حدت متماسكة تبقى فيهم حدت مكالكاة كاكاو خام ماسك في بعضه بمعلقة وتدوس عليه وبعي تحديفيه كده في قلب الدقيق لازم كله يبقى منخول عشان في الآخر تقلبي المكونات دي كلها مع بعض كل المكونات الجفة دي واركنيها يا أمر عبل ما نعمل سوس الشوكولات اللي احنا هنحطه على وش التورت هنعمل إيه بقى كل المكونات زي بعض نص لبن نص زيت نص كاكاو خام نص سكر كل ده معيار واحدة هو أربع مكونات هو حطنا السكر وعدي الكاكاو الخام وبعدين هنضيف الزيت ونضيف اللبن عايزة كمية أكبر خليها كوباية 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 ما رأي حكي هو كل حاجة كوباية دلوقتي أنا بعمل كل حاجة نص علشان أنا مش احتاجها للوش التورتاية بس سطح التورتاية من فوق هدلو عليه سوس شوكولاتة هنصبها في الطبق بعد ما ضربناها في شفشاء الخلاط ونركنها على جنب علشان نعمل الكيك الشوكولاتة اللي هنزوقه ويبقى تورتاية هنعمله في نفس الشفشاء اللي ضربنا فيه سوس الشوكولاتة هنحط نصب كوباية زيت نفس كوباية نفس الشكل وهنحط بيض نصب كوباية أيوانا بعاير البيض بالكوباية جوم نصب كوباية تلت بيضات تلت بيضات في نصب كوباية هحط عليهم معلقة خل كبيرة علشان الزفارة وعلشان تديك تراول الكيكة بتخلي الكيكة طرية جدا وحط عليهم باكو فانيليا كده كده أنا حط شكلة كتير وحط كاكاو خام كتير في قلب الدقيق وهحطه في سوس الشوكولاتة وهحطه على الوشي في الزواء بس برضو حطي باكو فانيليا عشان زفارت البيض قادي التلت بيضات هحط كوباية سكر يبقى أنا حطيت كوباية سكر نص كوباية زيت نص كوباية بيت ودي كوباية لبن سخنة بتغلي وعلى شفشاء الخلاط تضربيهم حوالي خمس دقيق لو عندك مضرب كهربائي سهلي على نفسك وعمليهم لغاية لما يبقوا رغاوي كده ويدوب ويتجنسوا مع بعض ضربتهم في شفشاء الخلاط وحطتهم على بقية المكونات وتقلبي بالراحة أنا مجرية الصورة خلي بالك علشان ما طولش الفيديو عليك أنا خلاص كده قلبت كل المكونات مع بعض تبطني صانيتين مقاس 28 لو انت هتعملي المقدرة اللي بقولك عليه دول أصغر صانيتين دول مبطناهم بسمنة ودي وتحط الخليط اللي هو كيك الشوكولاتة اللي احنا عملناه وتكون يا أمر مولع الفرن قبلها يسخن قبل ما تبدأ تحطي ايديك في حاجة الفرن سخن بقى لنص ساعة أو تلت ساعة تحطيهم في النص على الشبكة وهو الفرن عالي وبعد ما الفرن يبقى سخن تحطيهم تفضلي ربع ساعة مالية وبعدك تبدأ توطي نص ساعة هيعودوا في الفرن 45 جيئة وهو يتطلعيهم ألا لما تختبريهم بسكينة رفيع أو سلكت أسنان نجيفة واتدخليها في الكيكة ما تطلعش فيها عاجين تعرف إنه مستوى تحطيهم في النص وتولعي تحت هياخدوا بالزبط ساعة إلا ربع وبعد كده تغلي فيهم الكيكتين بكيس استريتش علشان تحافظ على تراوتهم بعد ما يبرادوا شوي نبتجي نعمل الكريم شانتي حطيت نص كباية سكر وحطيت كباية مية ميتلجة ميتلجة خلي بالك من النقطة دي لإني أنا حط كباية كريم شانتي أنا كنت جايبة ثم جي كباية وحطيت باكو فانيليا معي تدتي تضربي المكونات دي مضرب البيت كريم شانتي ما بينفعش لا بشفش أخلاط ولا بينفع يدوي مش هيعمل معاك يا تماسك حطيت عليهم نص كباية كاكاة وخيم علشان أنا عينلاها بالشوكولات لإني عايزة طعم شوكولاتة في شوكولات أبتجي إن أنا أضرب لغاية لما تتماسك خدت معايا حوالي من خمسة لسبع دقائق وانت مولعة المضرب بس أخلي بالك أول لما تشغلي المضرب على أوط حاجة علشان ما يترتشه ويبهدل الدنيا هنبتجي نحطه في التلاجة ونعبه في بولا أو في طبق ونتأكد ونختبره ونحطه في سبيتيولة كده نرفع حبة كده بسبيتيولة لقاها متماسكة نبدأ إن إحنا نحطه في حاجة عشان نشيله في التلاجة عشان نفضى لزواء الترطة ويستحسن وانت بيزواء ترطتك تبقى لوحدك وريئة كده لأطفال حواليكي ولا حد حواليكي تكوني محضرة يا إما كباية نسكافيب لبن تراش رشيها كده سأسائي بيها الكيك اللي إحنا عاملينه قبل ما تحطي الكريم شانتيه أنا حطيت سوس فراولة عصير فراولة غلياء زي مربط الفراولة كده بس خفيفة شوي وحطيت الكريم شانتيه وحطيت النص اللي فوقاني برضو رشيت عليه سقسق شربات بتجي تحطي الكريم شانتيه في الإجناب وتلف فيها أنا كنت حطها على مصفة كافية وحط تحتيها ورقة زبدة ورقة زبدة اللي إحنا بنحطه تحت الكيكة وهي بتستوي حطيت ورقة فرخة كامل علشان أمسك منه ولف في الكيكة وابتجي أن أنا أحط بصي بقى الطاعة بسكينة مبططة بأي حاجة وتبدأ أن أنت تبطني الإجناب بالكريم شانتيه وتخليها متساوية أنا كان عندي قطاعة بقيت أعمل بيها وبلفف من الورقة الزبدة اللي أنا حطاها علشان تبقى سهلة معي وتتحرك معي بدأت أن أنا مليت نصها بالكريم شانتيه بالشوكولاتة والحروف ببتجي سويها هحط إيه بقى على وشعة هحط سوس الشوكولاتة دلوقتي ببطني اللي جناب بسبتيولة وبحط شوكولات شيبس قد شكلي شيك جدا ومنظره جميل وكلنا بنحبه طبعا تجيبي حاكتك من المستلزمات حلواني وتحضريها قبلها بيوم تبدأ تحطي بالاسبتيولة عشان ما تبهدليش إيجيك من دا كريم شانتيه هيلزق فيه طبعا الشوكولات شيبس بالاسبتيولة وتحطي اللي جناب قد اللي جناب يتملع بتجي لففها من ورقة الزبدة كده جميع الاتجاهات علشان أحط كل ناحية خلصت حطيت أروح صب على الوش وش التورتاية أحط إيه بقى سوس الشوكولاتة اللي احنا قلنا عملناه قبل التورتاية قبل الكيكاية في شفشاء الخلاط وركلناها على جنب لما عملنا كل كباية نص 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 زيت ونص لبن ونص سكر ونص ككاوخام أهو دلوقتي صبيته على الوش التورتاية وبالاسبتيولة بوزعه هنزوقها بقى انت وزوقك برحتك تورتتك وبتاعتك وزوقيها زي ما تحبي أنا هحط على الحروف سوداني مغط بالشوكولاتة اللي هو بيتباع في المقلة أو بيتباع عند مستلزمات الحلوان هحط شكل كده جميل على الحروف هتدي منظر جمالي جميل وهجيب باترامان لولي صغير اللي هو الفضي وعاوسها أمسحها كده كريم شانتي هرفها وانا مسكها بسبوعي ورس على كل سودانية مغطة بالشوكولاتة واحدة اللي هو اللولي الفضي دوت أخليها كده قبلها من الكريم شانتي عشان تلزق وحطها على السودانية اللي هي مغطية بالشوكولاتة وجايبة سوداني برضو بس مغطي بشوكولاتة بيدة لونه أبيض علشان أكتب حرف الاس على وش الترطاية أول حرف من اسم أختي حبيبتي سماح ربنا يا رب يديها الصحة وطلط العمر وقبل مئة سنة وتنفع لأولادك وتنفع لأي مناسبة وتهادي بها حبيبك ترطاية مشكلفة كتير وتفرح حبيبك بيها وهيوريكو في آخر الفيديو هي شايلة ترطاية وفرحانة كفاية الدحكة الحلوة والفرحة اللي كانت حاسة بيها وأنا بحتفل بعيد ملاده حاجة بسيطة وتفرح بيها حبيبكو وتفرح بيها أولادك كرات الصغيرة ديت عاملة زي الفورماسي بتبقى عند مستلزمات الحلواني مخلوطة بالشوكولاتة البيضة برضو قدت شكل حلو جتها لإني أنا عاملها بشوكولاتة فعايزة حاجة تنورها عايزة تديها لون غير الشوكولاتة ينتق وجبت باكوباسكوت أوريو باتنين جنيه وديني زي أنتو الشع عملت شكل لذيذ وفي الجناب حتى شكلة شيبس وطبعا زي ما أوردكو بالتفصيل عملت إيه وشوية جوز هند كده وترش على وشها لإنها بالشوكولاتة فاللون البيض هينطق معاها فأنت تحاول تعملي أي منظر جمالي كده أنت وزوك برحتك خالص زوائيها الحرف اللي هيجبك حسب حرف عيد ميلاد ابنك أو جوزك حسب ما تعمليها أو عاملها كحاجة حلوة وتغيير منظرها هو أمر 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 شوكولاتاية شوكولاتاية تورت دي الشوكولاتة الجميلة كلها شوكولاتة في شوكولاتة حتى العلوش دي حرف القس شوكولاتة بيضة وجواها سودانية والأوريو دوت الفكرة الجميلة دي عاملة زي الجهزة بالزبط تورتاية كبيرة كلفت ناش خمسين جنيه إيه رائق في المنظر شفتي بقى فرحتها كفاية دحكتها وفرحتها كده إن أنا احتفلت بيها ربنا يفرح كل حبايبكو يا رب وأتمنى يكون عجبتكو واللي مش مشترك معايا في القناة هستنى اشتراكو ولو الفيديو عجبك اعملي ليا 6 أعجاب عشان يوصل كل جديد يوصلك كل جديد وفعل الجرس بص منظرها والعالية إزاي والبسكوت أوريو منور فيها والسوداني المغطى شوكولاتة بيضة وشوكولاتة البني جميل والشوكولات شيبس ما دي منظر برضو بصراحة كانت طعمها روعة كانت أحلى من كيك الفانيليا بمراحل أتمنى تقولولي رأيكو وأتمنى تهجبكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر